قال رئيس منظمة الصحة العالمية تدريس أدهانوم إن العالم يمر حاليا بفترة خطيرة جدا من جائحة كورونا مشيرا إلى أن البديلة ديلتا الأسهل انتشارا اكتشف الآن فيما يقرب من مئة دولة وقال أدهانوم إن متغير ديلتا الذي اكتشف لأول مرة بالهند يستمر في التطور والتحول وأنه سرعان ما يصبح سائدا في العديد من البلدان وأضف أنه سيتم تطعيم 70% من جميع الأشخاص في كل بلد مشيرا إلى أن ذلك سينهي بشكل فعال المرحلة الحادة من الوباء لقد دعوت القادة في جميع أنحاء العالم إلى العمل مع لضمان تطعيم 70% من كل بلد في مثل هذا الوقت من العام المقبل هذه هي أفضل طريقة لإبطاء الوباء وإنقاذ الأرواح ودفع انتعاش اقتصادي عالمي حقيقي ترجمة نانسي قنقر